من الرقة السورية يهربون من القصف والغارات والاشتباكات بعضهم يحملوا راية بيضاء اتقاء الرمي بالرصاص وآخرون يرفعون شارة النصر بعد تركهم مناطق سيطرة داعش أليات زراعية تستعمل أيضا لنقل المياه وجرفات تحولت إلى وسيلة نقل تحمل الحاجات الرئيسية للتهجير الألاف أكثرهم أطفال ونساء يصلون يوميا إلى مخيم بلدة عين عيسى الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية يعبرون الجسر المبنية بالردم والتراب آملين العودة يوما إلى بيوتهم فيما الإجراءات الأمنية تنتظرهم لمعرفة من انتم منهم إلى داعش ومن استطاع أن يتهرب من سطوة التنظيم المتطرف عمر حرقوس العربية